اه خلينا اسألك مونزر بريد في البداية. كمان. ايه اللي بيخليك اه او او خلينا اسأل اول استاذ صبر انا اسف عشان نشوف بس ليه الاعداد تزايدت هذا العام تحديدا. استاذ صبر سؤال انت طبعا بتاقب بتقوم بالتصفير منذ عدة سنوات يعني من خلال شركتك. بالفعل. لكن ليه الاعداد تزايدت هذا العام تحديدا. هل ده مرتبط بزيارة البابة وادروس للقدس? لأ طبعا طبعا. مين قال ان اعداد زادت? اعداد هي منتظمة. خمس تلاف كل عام. وهي ما زادتش السنة دي على خمس تلاف. خمس تلاف ومتين. ده الاسبوع اللي جاي بس في سبع تلاف حيساك. لا لا لا. في سبع تلاف رايحين مش من مش من مش من مصر. في من اقباط المهجر جايين اعداد كبيرة حوالي الف ومتين من. اه بس من المصريين يعني. من المصريين. اه. لكن المصريين المقيمين في مصر. هم اربعة تلاف وتمنمية خمس تلاف ومتين اقصى تأدير ليهم. ودي احصائيات. ودي احصائية انا بسقول عنها انا بقولها انا عارف انا عارف الاعداد اللي طلع ما تزادتش عن كده. شركتك ولا? لا 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 كل الشركة. كل الشركة. وده محصور بمصر الطيران بطلعة كاملة. ان هي الشركة الوحيدة ايرسينا اللي طلع العدد. وهو محصور العدد. محصور العدد اللي طالع. هو معروف كويس ايه. هل هل الصفر الى ان القدس انت كصاحب شركة? اه بتدخل الجهات الامنية? طبعا. طبعا. تصبح جزءا من عملية. طبعا احنا يا فندم الجهات الامنية هي اللي بتتحكم في مين اللي بيطلع اه ومين ييجي. احنا بنقدم كشوف للجهات الامنية. وليهم سن معين. ما بياخدوش غير اه اه موليد اه اه ماكسموم سبعين يعني يكون. خمسين سنة. خمسين سنة فما فوق. فد الموليد سبعين. يعني سبع واربعين سنة السنة دي. سبع واربعين سنة. في مدون. يعني اله الشباب لا يتمكنوا من الصفر. لا خالص طب. خالص. خالص الشباب لا يتمكنوا. الرفض امني. الامن بيدينا رولز نمشي عليه. طب انا بقولك الرفض هنا امنية. يعني انا ما عنديش قانون يقول كده او ولكن اه هي دي قواعد امنية. في قواعد امنية بتتتبع هزا. في قواعد امنية. احنا بن بنقدم كشوف بالسن و بنجيب الجواز السفر ونقدم كشف للامن للجهات المعنية. اه بيقفحص لمدة التلات شهور. وهو قفل السنة دي من تسعة وعشرين اتنين. واحنا مستلمين الكشوفات لسه من تلات ايام فقط. من تلات ايام. يعني انت بتقدم الكشوف للجهات الامنية وتقول تلات شهور. بالضاء. هو في شهر واحد فتح جهات الامنية. بدأت تستدعي الشركات والكنيس اللي بطلعها هذا الوضع. وتقول لهم قدموا لي اسماء الناس اللي طلعها. استعدادا لهذا الموسم. اه فالشركات اللي خدت الامن. الشركات توجهت والكنيس توجهت للامن. اه بالكشوف. وكشوف لها قانون معين. انه ما يكونش زيادة عند مواليد سبعين. هو سبعين. مواليد سبعين في مدون. يعني مواليد تسعة وستين. اقصى حاجة مواليد سبعين. سبع واربعين سنة تقريبا. اه يعني اقصى اقصى حاجة. اه. سبع واربعين سبع واربعين سنة. اه اقل سن ممكن يطلع. اللي هو مواليد سبعين. اه بس طبعا في في البعض بيتحايل بشكل اخر. فيش اي نوع من. ممكن تسافر الى الاردن ومنها الى. لا. الكلام. الكلام. الكلام ده هو ان اه لا لا مش مش مزبوط تماما يعني. مش مزبوط. احنا بنشوف هناك وموجودين مفيش حاجة اي نوع من انواع التحايل. طيب. مش التحايل. لو واحد اصلا يحمل جنسية غير مصرية. وصغير في السن نوع من الحق. وبيخش باسبورت بدون اي موافقات بدون اي فيزا بدون اي وطن. طيب.